هنا حطينا الرحال نتلمسهم ومعاناة أهل هذا المكان ما إن وصلنا حتى بدأ الناس بالسؤال ومنشدة علها تصل إلى سلطة أو حكومة هذا الزمان من قبل هذه المناطق محرومة من جميع الخدمات في الصحة في التربية في كل شيء في المياه في كل شيء هنا منقطعين في المواصلات في الاتصالات من جميع نواحي الحياة ولكن الحظر في هذا الفصل يلاحظ أن الفتيات مغيبات لانشغالهم بإحضار المياه والتي تبعد ثلاث كيلومترات عن مكان سكنهم ما قدرنا نوصل بهن التعليمات، ما قدرنا نوصلهم للمدارس، من شاء نشغلهم في المياه لأن المياه هذه نحن التي تعبنا وأرحقان جهالا، ما قدرنا نعلمهم الما هو السبب الرئيسي إذن لعجوه الفتيات عن التعليم؟ ما إن توفر، استطعنا في هذه القرية والقرى المجاورة لها مواصلة تعليمهم تنفيذ مشروع المياه وهذا المشروع الاستفادة أكثر بيقلل أول حاجة من الفتيات الفتيات أغلب وقتهم في قلب المياه وهذا يعني تسرب تعليم الفتاة من المدارس فهذا المشروع استفاده منه سيهدف أنه بيتحق الفتاة بالمدارس وبيخفف معانات القرى، خصوصا المياه هنا صعبة والحصول عليها صعبة عن طريق البرح منظمة كيرا العالمية بالشاركة مع الجمعية الأمل للعمل التطوعية استهدفت هذه المنطقة ضمن مشروع لتعاش المتكامل في توعية بمجال الإصحاح البيئي للمرأة والرجل والطفل لتقوم على إثرها بتوزيع السلال الغذائية والحقيبة الصحية للأسر الأشد فقرا نهيك عن مد شبكة المياه تكون قريبة من مساكنهم تساهم في التخفيف من المشاكل التي تعاني منها المرأة والفتاة وإلحاقها بركب التعليم تم استهداف 119 حالة من قرية شصر و81 حالة في قرية النبعة اللي هم خاصة في الحقائب أو السلال الصحية وكما معنا أيضا استهداف مشروع مياه خاص بقرية شصر وهو استهداف هذه القرية من ناحية الصحية الماء هو المطلب الرئيسي وشرايان الحياة من الخدمات التي غيبت سياسة التهميش عبر الأزمان سلة غذائية وحقيبة صحية وآبار ارتوازية استفادت منها أربع قرى بمدرية تبن وطور البحة على تسهم في التحاق الفتيات للدراسة أو التخفيف من معاناتهم المعيشية مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحق